شفت المباراة زي طبعا بعد الفوز المهم جدا على بوركينا فاسو الماتش اللي فات 2-1 وكان مباراة مهمة جدا في بداية مشوار حسام حسن مع المنتخب القومي طبعا كانت مباراة صعبة على أرضنا ووسط جمهورنا على طول بعد الفوز كده ليه صعبة يعني على أرضك ووسط جمهورك وعندك فرقة كويسة وعندك فرقة مش قوية وصادك يعني بوركينا فاسو قلع بتشد تاني كويس لكن هي فرقة مش عالية يعني في التصنيف هي مش عالية بس أعلى فرقة بعدين يعني هو عموما هي ربنا سبحانه وتعالى يعني دانا فرصة كبيرة جدا المرة دي في التصفيات دي ولو احنا عايزين نحط الفرقة اللي هي تبقى معانا لو اختارنا مش هنحط فرقة صعبة شوية درقا للرماد يعني فطبعا دي يعني أقوى فرقة بعدين لكن برضو وبعاد عن المستوى يعني بعاد عن المغرب الجزائر التصنيف اللي هو نيجيريا كودفور السنغال الكلام ده كله لا هم في تصنيف بعد كده لكن عموما هو الماتش كان صعب لأن البدايات دايما بالنسبة للمدير الفني مع مع أي فرقة دايما بتبقى بدايات بتبقى مهمة جدا ان انت تكسب بصرف النظر عن النتيجة بصرف النظر عن الأداء فيمكن أداء منتخب مصر مع بوركينة فاسو كان الشوت الأولاني كويس جدا الشوت التاني يمكن اتقلبت المباراة وابتدى بوركينة يبقى خطر جدا جدا وأحرص هدف وكان ممكن يتعادل لينا ضرب الجزاء ولينا طرد الحارس المرمى وليهم ضرب الجزاء يعني عموما يعني عموما الماتش عد على خير طبعا بعد أربعة أيام بنلعب مع غينيا بساوي اللي هي برضو في مستوى أقل من بوركينة فاسو معناها عندها خمس نقاط وبركينة أربعة بالضبط لكن بوركينة هتلعب لسه فممكن انها طبعا بوركينة هتبقى التاني التاني لأن غينيا بساوي برضو بمستواها اللي احنا شفناها على أرضها طبعا لا ترتقي برضو للصعود لكاس عالم لا بعاد جدا عن الصعود لكن منهم هيخدوا تسعة فرق ونص تسعة فرق ونص من الأربعة التواني هيخدوا منهم واحد ما وخلي بال حضرتك برضو أستاذ خيري في المجموعات التانية فيها الصدامات كثيرة جدا في جنوب أفريقيا مش عارف مع الجزائر الجزائر كانت مغلوبة كانت مغلوبة فيه فرق وقع مع بعض كتير جدا جدا فأعتقد أن التواني مش هتطلع من مجموعة مصر لأنه برضو صعبة قوي لكن نرجع للنهاردة النهاردة كانت مباراة في ظل الأجواء الحرة في ظل الماتش بعد أربعة أيام هو بدأ التشكيل أربعة اتنين تلاتة واحد لكن أنا كن يعني وجهة نظري في التشكيل أربعة اتنين تلاتة واحد أربعة اتنين تلاتة واحد محمد صلاح تحت مصفى محمد وزيزو ناحية المين تريزيجي ناحية الشمال مروان وحمدي في نص الملعب كتفندرين أربعة زود بس على الطريقة حمدي لعب في خط الضحة دي يمكن التشكيلة بتاعت منتخب مصر لكن وجهة نظري أن محمد صلاح في المكان ده قدراته ما بتظهرش في المكان ده مش في أي وضعية لأنه بيبقى ظهره على طول الملعب مضغوط عليه لكنه هو بيجي من ناحية يعني كنت تفضل إن يزيزو ينزل لنص الملعب وصلاح ياخد الجنب اليمين بالضبط في حاجات كتيرة كتيرة حصلت حتى بعد إصابة مصفى محمد كان ممكن أوي ناصر ماهري ينزل وصلاح يبقى اللي هو الرأس حربة الوهمي لأنه إنت إنت عايز واحد زي ناصر إنه هو يربط لك لإني ما كانش وهي الفرقة دي كانت عايزة ولعب مهاري يقدر يعدي ويصنع فرص اللعبة شوفنا فرصة ناصر ماهب فأخد ثانية اللي عملها بجهد كبير ووصلها لصلاحه الجن قدامه وهو بصراحة تأخر في التغيير دي أوي حتى